اللي بنحسد نفسنا عليه في الكلية في المستشفى الاهتمام والبالغ في المستشفى الأخ الدكتور حسان معمان وكيل وكليا الدراسات العالية وحماس ودعم المؤتمرات الأخ الدكتور سامر رشاد وكيل كلية الشؤون الحبية وبنهنه على المنصب وننتمنى منه الكثير والكثير الأخ الدكتور هاني مصطفى جميع وكيل وزارة ننتظر منك الكثير والكثير يقاص نجاح المؤتمر بعيدة عامل أولاً دوره في خدمة الإنسان كون هتعمل كهذا الكامل من العمليات المجانية هينتفع بها الإنسان والمريض السهائي بالكفاءات الطبية دي ده أول عامل من عامل المؤتمر ونجاح المؤتمر تاني عامل من عامل النجاح القدرة على مشر علم والمعرفة لشباب الجراحين وشباب الأطباء الورش اللي هتعمل والفيديو كونفرنس اللي هتعمل والمهارات الأساسية في السيرجير وفنيك سيرجيري والزارة للأطباء أو أطباء الأسنان وعلى مش مادة يوم واحدة على مادة تلات أيام وهاند اون تريننج والحرص على تأسيس هذا الأساسيات في كل طبيب ده تاني عامل من عامل المؤتمر تالت عامل الخبرات المتوجدة في المؤتمر والعامل الماضي كان فيه خبراء أجانب وقاموا بجراحة والعامل الأبلي كان فيه خبراء أجانب وقاموا بجراحة أن تستمر وحدة ذات طابعة خاص وحدة متخصص أفرها من فروع العلم كل عام هذه الكفاءة ده عامل من عامل نجاح المؤتمر نستنى كتير مش عايزين ناخد وقت في الكلام بأن البطباء مشتاقيل للجرعة العلمية ومشتاقيل للمنقشات العلمية نتمنى